اشتركوا في القناة نقل الى سموه تحيات وتهنئة اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت واخي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد وتمنيت سموهما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بموفور الصحة والسعادة وخلال اللقاء عرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره واعتزازه بالزيارة الكريمة لسمو رئيس المجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وما عبرت عنه من معاني الاخوة والمحبة الخالصة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين معربا سموه عن جزيل الشكر والتقدير لسمو امير دولة الكويت الشقيقة وولي عهده على مشاعر سموهما الاخوية النبيلة سائلنا الله عز وجل ان يحفظ دولة الكويت وان يديم على شعبها الشقيق التقدم والازدهار واشاد سموه بعمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما ترتكز عليه من تاريخ طويل من التعاون ووشائج القربة والمحبة التي ارسى قواعدها الاباء والاجداد من ناحيته اعرب سمو الشيخ صباح الخالد الحامد الصباح عن خالص تهنيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما افاء الله به على سموه من نعمة الصحة والعافية داعيا المولى عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعمر المديد سائلا الله عز وجل ان يحفظ مملكة البحرين وان يديم على شعبها الشقيق كل التطور والرخاء شكرا